اشتركوا في القناة 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 او اجلب لهم كلهم كل البيانات الموجودة في الاتابيس قل لك كل البيانات هذا وسوف يجلبهم كلهم فحتى امررهم للموديل فاحتاج انه اضاحهم في array فاقول له اوكي اي اي ار يساوينا array بهذا الشكل وتحتوي ايش تحتوي على key اللي يسمه product وتحتوي على الفاري الخاصة بي فاوكي product يساوينا بهذا الشكل هذا الفاري الخاصة بي وتأكد انه البرودكت يكون بين سوف نمرره الى التمبلت وهذا التمبلت راح يستلمها الفيو وهنا راح يستلمها ومن هنا راح نعرضه فا نقول له اوكي اوكي ايكو عرض لي البرودكت نضيف بعض الامور في الجدول الخاص بنا هنا تستطيع ان تضيف تقول على المثال insert into product نسمي هلا او البرودكت ونضيف بعض الامور الاخرى يعني نضيف ثلاثة حقول في النهاية سأقول select start from products بهذا الشكل اصبح لهذه اثنين الان اوكي المفروض all سوف يعرض لكل product الموجودة اللي هما اثنين بقت نقطة اخيرة انا لدي موديل view controller بقى عندي هذا المثود اللي موجوده هنا احتاج اعملها route اللي اسمها view product كيف اعملها route اذهب الى routes ومن هنا اقل الى route بهذا الشكل اعمل لي عندما يحصل المن اقل على اسمتال slash product ثم اعطي ايش اسمي controller view product اذا سوف اذهب هنا view product وهذا بدور اذهب الى database ويجلب بيانات وينقلها المن الى view كيت راح احملها الى view انا ما حملتها هنا فاحملها الى view بهذا الشكل فقط اضعها فارزة وقل الى star array انقلها الى array والعري سوف تمرر view والview يعرض لنا البيانات وتكتمل دورة view controller انا جيت هنا نفروض اجت slash product اوكي هذه البيانات الموجودة كل البيانات الموجودة في ال database اجت ايت فقط ال id ساوينا اثنيا فاستطيع انه استطيع في عدة امور استطيع انه اذهب في route واعدل اقول له اوكي انا سوف استقبل ايضا id بهذا الشكل موجود واكيد في controller هذا راح استقبله من هنا ال id استقبله وهذا راح اقول له find بحث لي عن ال id اللي هو هذا ال id لان اوكي لو جينا مرة اخرى عندنا باق المفروض سوف امرر لما امرر slash 1 يجيب لي ال id الخاص ب 1 ولما اقول له 2 يذهب الى ال database ويجلب لي من ال database الخاص بال id 2 لان هذه ببساطة كيفية جل البيانات وكيفية اربطنا في ال model view controller فببساطة لما طلبنا product slash 2 فالعملية اصبحت كالتالي ذهب الى route وبحث عن هذا product slash 2 ارسل الى controller اسمه product controller action اسمه view product جاء هنا هنا ذهب الى هذه الميثوت هنا الان بجاء دور الموديل الموديل ذهب الى ال database بحث لك عن id معين ووضعه هنا ثم وضعناه في array وارسلنا الى view والview بدوره اعرضه لنا وانتهت عملية الموديل ذهب الى view طبعا هناك كثير من التعاملات مع ال product تستطيع ان تستخدم اعرض كل بنات الموجودة في ال database فجيت اقول له اوكي اسمه لكل موجودة او product كل موجودة في as as product او my product حتى يكون اوضح وقل له من هنا اكيد في النهاية يقول له add in ما ردي يعرض لي فقط find id معين اريد الى all كل هم ينعرضون يعني مو id معين اكيد راح ازيل ال id من هنا وكيد راح اذهب الى routing من هنا اين هو ال route وازيل ال id اعرض كل البيانات بشكل format لان اوكي اريد اعرض البيانات هنا فبدعني اعملها اكتب لك اوكي name اسم ال product نقطتين راح اعرض لك هنا هذا اللي هو dot name يعني بهذا الشكل اكتبه ويرضع عرض اسم ال product اسم ال product في ال database هو name ونفس الحالة اريد اعمل slash braw حتى يكون اكثر انتظاما اضع لك price ونقطتين وضع لك يا بهذا الشكل اقول لك اين راح اضع لك هذا ال product لل price الخاص بيعرض لي اعمل ال database وبعد اكيد راح اعمل بي ار ايضا حتى انهي اوكي سوف يمر عليهم item ايتم الموجودين ومتى ما وصل لكل ايتم يعرض لي name الخاص بي وال price الخاص بي ويستمر بالعرض تعني اذهب باق من هنا وحاول نستدعي product لوحده اوكي اضع رضي تو تو سعرها تموتا سعرها وهذه الاخيرة او تو برايس هذي اللي كانت مالها ايضا اذا هنا بينا كيف نتعامل مع model of view control وكيف نمر البيانات تتمنى ويكون استفادية تلتقي في دروس اخرى وفي امان الله اذا كنت انت مستخدم جديد و اول مرة تشوف هذا الفيديو فلا تنسى ان تعمل سبسكرايب هناك زر موجود اسفل هذا الفيديو واضغط عليه و اعمل سبسكرايب وانظم لعائلتنا التي تجاوزت الاربعين الف مبرمج ولا تنسى ايضا ان تعمل شير نعم اعمل شيري هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتكون انت قد افدتني كثيرا وافدت القناة كثيرا شكرا لكم وفي امان الله